السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكتر من 1300 هزة ارتدادية لزلزال تركيا وسوريا. واحنا ما زلنا بنتكلم في موضوع قرة القدم والاهل يتغلب من ريال مدريد اربعة واحد. انا مكنتش متابع المطشة اساسا. يعني انا مسش متابع الاخبار عمال اقلب كده. فقال ايدي مسلا ايه الاهلي اه ريال مدريد جاب الجون الاولاني يعني ده يعني حاجة خرافية في عالم قرة القدم. ويستحق انه ياخد افضل لعب في العالم يعني ده لهو يعني فيه لعب مهم لعب مهم بيكسر الدنيا يعني. جاب الجون الاولاني. اه ثم الجون التاني في الشرط التاني. ثم الاهلي اه قرب الفارق بجون اتنين واحد. طبعا انا بقلب بقى الاخبار في الفيسبوك. اه لقيت لك الاهلي عمل مطش في اخر مطش بقى في الديئة حوالي تسعين كده. الاهلي خرج اه 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 اتغلب بشرف ونتيجة طيبة وهو احنا كسرنا الدنيا وبتاع فهوب الجون التالت جه. ما زلنا برضو نحن وعملنا كزا اهوب الجون الرابع فليت الدنيا اه سكتت وكل تكتم والحل اه راح اه لموضوع تاني. اه طبعا كنت اتمنى ان الاهلي اه يقدم يعني مسلا اعتذار عن المشاركة في المباراة لما حدث في سوريا وتركيا. يعني من قيم ومبادئ يعني وبتاع. ولكن اه طبعا وفي الاخر اه طبعا ينادي القيم والمبادئ. اه طبعا انا بقول الكلام على اهل وعز مالك وعلى اسماعيل وكل حاجة كان لازم يقباليهم موقف في اللي حصل ده. والهلال السعودي وكل فرق. مش الاهل لباس. لا لا احنا انا اخويا بيتعرض للازمة وفي مشاكل عنده. وانا بلعب كورة. بلعب كورة يا عم. انا اصلا واحد كاتب لي في التعليق بيقول لي الشغل. الشغل. الشغل مسلا هنوقف اعمالنا واعطلنا عسان مصالحنا عشان اه زلزل. لا يعمل لك مصالح. مصالحي ده لعب. ده لعب كورة يا عم. هو ان الواحد بوقف بقاله يومين اه ما بيعملش فيديوهات او اللي عمل فيديو وانا عملت فيديوهات عن تركيا. عارف ان المشاهدات مش هديجة مش مهم يا عم. انت في وقت عاوز رضى ربنا سبحانه وتعالى عشان يرفع عنا البلاء والغلاء. وما نحن فيه من ابتلاء. عشان ربنا يكرمنا. نعمل حاجة لله سبحانه وتعالى. لكن اخوي اكون بيصوت. وانا بلعب كورة. اخوي يكونوا يصوتوا بتاع. وفي الاخر اه في الاخر الاهلوية صوتوا. اه صوتوا. ما انت دلوقتي اه اه يقول لك ايه اه في اخر الماضي شو بيقول لك بيقول لك. كانوا بقولوا نتيجة اتنين واحد. احنا مباراة عملنا كزا كده. هب راح وشربين التالت. اه للمباراة برضو بقى احنا عملنا الهب الرابع. عشان اخرصوا بقى. اخرصوا بقى. اخرصوا الفرق. ولاي انا? كورة احنا بيتكلم في كورة. واخويا بيعاني وبيصوتوا بيتقلموا اطفال يا اخي. يا اخي خليوا كده يعني معلشش يعني. كانوا زمان يقول لك ايه اللي تصعب على الكافر. اهد المسلمين صعبوا عليهم اطفال سوريا وتركيا. مسلمين اهو. بيلعبوا كورة وبنشجعوا الدنيا وبتاع. صعب عليهم اطفال سوريا وتركيا. احنا صعبنا لا. ده احنا نتسئل. اسئلة قدام ربنا سبحانه وتعالى. نسى الله العفو والعافية. نسى الله عفو والعافية. نروء بس وانا اتكلم بالكورة اخونا. وفي حاجة انا لما شفت اطفال بتنجوا وربنا بينجيها وبتتكلم وفرحة اهالي ان اه بنجاة اهلها وصورها يعني حاجة يعني ردت الروح شوية. اه المساعدات والمعونات والحاجات اللي اتفتحت للناس اللي تضررت بزلزال بترد دروح شوية. بحس ان في خير لسه. الامة فيها خير لسه كتير جدا. اه تحياتي لهزيمة الاهلي. وهزيمة الزمالك وتعادل الاسماعيلي. ووقوعه في الضر قبل الخير. لازم نتكلم كلام صحيح. ويرضى ربنا سبحانه وتعالى. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.